موسيقى صباح الخير لكل شرفاء ثورة ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة واحتفالة شعبنا بهذا اليوم المجيد صباح الخير لكل الأحرار ولكل الثوار صباح الشهادة والشهداء وكل التحية للمقاومة والمقاومين صباح الخير سالم صباح الخير حنين وأيضا صباح الخير لكل مشاهدين الكرام عبر شاشة تلفزيون حضر موت نرحب بكم في هذا البث المباشر من برنامج يوم جديد في حلقة اليوم بتكون معنا فقرات منوعة تتخللها الكثير من المواضيع الشيقة كما عودناكم ونبدأ معكم بأولى فقراتنا وهي فقرة التقارير وطبعا حليل بنبدأ بثورة الرابع عشر من أكتوبر يوم دحير المستعمر البريطاني حينما نهض الشعب وقال بصوت عالي برع يستعمار برع يستعمار هكذا رجع الصدى مزلزلا من جبال ردفان برع فإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر إذن مشاهدين إرادة الشعب هي التي غيرت مجرى التاريخ وهي التي قالت رأيها بصوت عالي وهي التي حينما أرادت هزت صفوف العدو قبل أن تهزأ وتزلزل جبال ردفان دعونا نشاهد هذا التقرير عن ثورة الرابع عشر من أكتوبر وأيضا حكاية المستعمر الغاشم نشاهد علاقة وطيدة حكاية فريدة وعشق لا يوارى ما كان ليخطر على بالهم أن البحر الذي يهبهم اللؤلؤ والسمك سيتحول في إحدى الليالي إلى قنطرة يتسلل عبرها الغزاة إلى قلب الوطن قادمين من بلاد التاج من مملكة لا تغيب عنها الشمس وهو ما ينذر بخطر وشيك بكارثة قادمة وحوادث لا يحمد عقباها سيما وكبد السماء قد تشكلت عليه سحابة سوداء ما فتى أظلامها ينعكس على أديم الأرض حتى غدت وجوه العابرين قاتمة وأجسادهم ضامرة وعيونهم من شدة البؤس غائرة وتلك حال من تعرضت أوطانهم لغزو العداء فباتت تتنفس برئة مشلولة وأخرى تملأها الثقوب حينها خفتت الأصوات وخيم الصمت على الأرجاء وفي خلد كل مواطن دار سؤال عما إذا كانت هناك طريقة يقاومون بها مستعمر يملك من الذخيرة ما يساوي أو يزيد على تعداد سكان الوطن ولكن كيف السبيل وعيون المستعمرنا يرى فيها الشزر وبأيديهم عصي تستوجب الحذر فكان من الحكمة أن يلجأوا إلى السلم ويتخذون من المدارات وسيلة يستعطفون بها المستعمر البريطاني دون أن يعلموا أن المستعمرين وإن ألانوا فإن قلوبهم كالحجارة لا ترق فما كان المستعمرون يحسون بالشعب يظهر جانبا من السلام حتى استغلوا ذلك كأقدر ما يكون الاستغلال وبدلا من أن يبادلونهم السلام هرعوا يحكون المكائد إمعانا في إذلالهم فكمموا الأفواه وصادروا الحريات وفرضوا حظرا للتجوال دون مبرر ولو كان بمقدورهم أن يحرموهم من الهواء لفعلوا ولكن هيهات المعاملة الجلفة التي مني بها الشعب أضرمت في نفوس المواطنين جذوة غضب ما برح التسري حتى خرجوا إلى الشوارع غاضبين تواقين إلى الحرية مؤمنين أن الطريق إليها يقتضي المسير على الجمر حين وعلى الأشواك في أحاين كثيرة وبكل تأكيد يتطلب مواجهات غير متكافئة تدور بين مواطنين عزل وعساكرة معززين بالدروع بين أطفال لا يملكون سوى الحجارة وجنود مدججين بأحدث الأسلحة مناوشات اشتباكات وعمليات شد وجد ظن المستعمر البريطاني أنها ستحد من سورة الغضب لدى المواطنين وغاب عنه أن الشعوب قد تشتت التارة تتزعزع أخرى لكنها لا تلين أو تستكين وقد كان شعبنا في جبين الكفاح شامة وفي قواميس العز أسمى علامة من جبال ردفان غل المرجل وتفجر البركان تفجر حين أشعل الشعب شرارة الثورة في صبيحة الرابع عشر من أكتوبر من عام الف وتسعمائة وسبعة وستين شرارة ما كاد الليل يرخي سدوله حتى اكتوى المستعمر بنارها تبعها عصيان مدني وإضرابات عمالية شلت الحركة وقطعت شريان التجارة عن المستعمر البريطاني في تلك اللحظة أحس المستعمر أنه بات يختنق أكثر من أي وقت مضى فاضطر مكرها إلى قبول التفاوض لعل المفاوضات تخمض بعضا من هيجان الشعب وهو ما يهيئ الفرصة ليعيد سيرته القديمة لكن، لكن الأمور لم تجري حسب ما أراد وخطط فقد أسفرت المفاوضات التي جارت في مدينة جنيفة السويسرية عن اتفاقية الجلاء التي تقتضي منح الشعب حق استعادة أرضه المقتصبة لمائة سنة أو ما يزيد فحدث أن كان الختام مسكا لنضال شعبي لكفاح كان وما يزال وسيبقى أيقونة مدى الأزمان وجرسا يوقظ المستضعفين يرن في مسامعهم ليخبرهم أنه ما يزال في الوقت متسع ليرون الحرية عبر فوهات المدافع ويسمعونها رغما عن صوت الرصاص إذن رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا هذا التقرير عن ثورة الرابع عشر من أكتوبر وحنين شاهدنا الكثير من المشاهد وأيضا ما يفعله المستعمر الغاشم في أبناء الوطن وحديثنا مثل ما ذكرنا عن ثورة الرابع عشر من أكتوبر تزامنا مع احتفالات بلادنا وأيضا الشعب بهذه الثورة المجيدة طيب اليوم في الفقرة الثقافية يعني بنصدف محمد بعيسة بس بيكلمنا عن ثورة أربع عشر أكتوبر من جانب آخر اللي هو دور المسرح الوطني صباح الخير محمد شرفتنا ونورتنا زي العادة طيب أحب أنك تحكي لي عن دور المسرح في تشكيل الوعي السياسي ضد المستعمر البريطاني صحيح طبعا لما نتكلم عن دور المسرح المدرسي في تشكيل الوعي السياسي عند الطلاب نتكلم عن ثورة الرابع عشر من أكتوبر تقريبا نهاية الخمسينيات من القرن الماضي وبداية الستينيات هذا الشيء اللي هو حاصل عندنا في حضرموت في حركة مسرحية كبيرة جدا لكن هذه الحركة المسرحية كانت في الأساس نتاج لتأثيرات القومية العربية اللي كانت طاغية على الوطن العربي نعم فتأثيرات القومية كانت طاغية جدا عندنا هنا في حضرموت وفي جنوب اليمن بشكل عام جمال عبد الناصر قاد مشروع وطني قوي وهو تأميم قناة السويس معروف أنه قناة السويس قناة بحرية تم شقها لتربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وهذا مشروع اقتصادي كبير جدا من اللي شقه فرنسا وأخذت ملكية لمدة تقريبا تسعة وتسعين سنة في مصر كانوا محتاجين تمويل من البنك الدولي علشان يبنوا السد العالي فعندما رفضت أمريكا التمويل كرد فعل لهذا قام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس فخلاص أنتم يا صاحب فرنسا ما عادش لكم فلوس من هذا الموضوع التأميم يعني أنه تتحول ملكية هذا الجهة الخاصة إلى الدولة لكل شي ضريبة وردة فعل ردة الفعل كانت عن هذا العدوان الثلاثي على مصر من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل بسبب قرار جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس الشاهد في الموضوع هذا لما خرجنا بالحديث من حضرموت إلى مصر وقناة السويس لأن أشهر مسرحية سياسية في حضرموت في تاريخ حضرموت أشوفها من وجهة نظري مسرحية عن مدينة بورسعيد المصرية بعنوان بورسعيد إنه سيعود هذه المسرحية اللي تسببت في إغلاق المدرسة الوسطى كانت وطلاقة الشرارة يعني لهذه الثورة صحيح هم يقولوا أنه شرارة الثورة كانت من جبار ردفان وهذا كلام منطقي وصحيح لكن برضو في شرارة من قبلها جات من غير بوزير من المسرح المدرسي في المدرسة الوسطى مسرحية بورسعيد القصة وما فيها أنه كانت المدرسة الوسطى تحتفل بالذكرى الرابعة عشر للتأسيس ف13 ذكرى من قبل مرت ومرت مرور الكرام ما في إشكالية لكن هذه المرة لما جات الذكرى الـ14 تزامنت مع المد القومي فبرنامج الاحتفال كله الكلمات والأشعار والرقصات كله خلوه يكون يحمل بعد قومي بعد سياسي ومعروف أن المدرسة الوسطى أنشأتها السلطن القعيطية والسلطن القعيطية تأتمر بأمر بريطانيا فطبيعي جدا أنه في برنامج الاحتفال يحضر ممثل من بريطانيا اللي هو المستر بوستيت كل ما في الأمر أن السلطات البريطانية لما اطلعت على البرنامج أبدت امتعاضها واستياءها من الفكرة كله كيف الجماعة ناويين يحولون المدرسة إلى وعاء سياسي يصبوا عليه أفكارهم حصل اللي حصل بدأت المسرحية وكل شيء في نصف المسرحية قام واحد من الطلاب المتحمسين وقال يحيا جمال عبد الناصر هتف بهذا الهتف اللي فيه بعد قومي والجماعة مش طايقين جمال عبد الناصر أصلا أكثر من دينه قام طالب تاني ومزق السارية العلم حق بريطانيا هنا المستشار البريطاني لما شف علم بلاده يمزق أمامه غادر الحفل كله لكن هل مرروها مرور الكرام؟ ما بيمررونها مرور الكرام ثاني يوم يجي أمر بإغلاق المدرسة الوسطى ومش كده بس وعزل مديرها باستاذ سالم يعقوب باوزير والد الدكتورة أدعى أستاذ قسم العلام بجامعة حضرمون نوزها لها تحية طبعا طيب محمد لو تحدثنا عن المسرحية والبعد القومي أيضا التي قدمتها هذه المسرحية من بعد قومي وكذلك أيضا سياسي من أبطال هذه المسرحية من مثل الممثلين؟ هل هناك اسماء معروفة مثلا؟ بالنسبة للممثلين كانوا طلاب الدفع الرابع عشر على ما أذكر مثل ما قرأت أنه كان الأستاذ خالب محمد عبد العزيز ومجموعة من الطلاب أنه جباه في المدرسة الوسطى الآن المدرسة الوسطى ما كانت تستقبل أي طالب تستقبل كثير من الطلاب المتفوقين الفكرة وما فيها أنه إيش اللي صار بعد العزل بعد ما عزلوا المدير وبعد ما أغلقت المدرسة طبعا تضامن المدرسين اللي هم بالمدرسة الوسطى تضامنوا مع مديرهم ليش تعزرون مديرنا؟ من كان في هيئة التدريس كان فرج بن غانم رئيس وزير النفط فيصل وزراء كان فيصل بن شملان برضو موجود سالم محمد عبد العزيز رائد التعليم في جامعة عدن فكانوا الأساتدة هم أصلا اللي يدرسوا بالوسطى الناس عندهم فكر سياسي كبير جدا تمرسوا وتدربوا فصارت مظاهرات في غير بوزير وصلتنا القعطية كانت في موقف محرج يعني كيف نحن سوينا لكم مدرسة الوسطى وبأمر من بريطانيا تجون أنتوا توجهون رسالة سيئة جدا يعني تخلون بريطانيا تبدي متعاضها إذن حنين المسرح مثل ما ذكر محمد له دور كبير يقدم الكثير من الرسائل ربما التي لا يستطيع السياسيون أو السلاح أو أي وسيلة أخرى أن يقدمها لذلك غياب المسرح في الآونة الأخيرة شكل ضعف ثقافي ربما عند كثير من الطلاب تحدثت محمد عن موقف الأساتدة من عزل مدير المدرسة الوسطى هل هناك موقف مثلا من قبل الطلاب؟ صحيح يعني لما جاء ناظر المعارف الأستاذ عمر بحشوان مثل ما أذكر تقريبا فلما جاء وبلغهم أنه المدير بيعزل وأن المدرسة بتوقف ما كانوا يستقبلوا هذا الأمر بكل أريحية فبدأت المناوشات المشادات الشد والجدب والضرب فخرجت مسيرة كبيرة جدا في غير بوزير جابت الشوارع كيف أنه ممكن نحن نسوي ضغط أو نمارس ضغط علشان يفكوا المدرسة الوسطى ويغلقوا أو يتراجعوا عن قرار الأغلاق والحضر وبالمقابل برضو علشان يرجعوا الأستاذ سالم يعقوب بوزير إلى منصبه فكانت مسيرات وصراع كبير يعني بين رجال السلطة وبين الطلاب في المدرسة الوسطى نعم جميل جدا حنين تحدثنا كثيرا في هذه الجزئية وفي هذه النقطة عن دور المسرح وعن أيضا ثورة الرابع عشر من أكتوبر كنت تحدث قبل الفاصل مع حنين وكانت تسأل أنه يعني بعد الاشكاليات وبعد الإجراءات التي اتخذتها السلطة البريطانية والبريطانية في حق المدرسة الوسطى خلاص أغلقت المدرسة اللي عاجت بعد سنوات مثلا أو حاجة طبعا هي في فترة الغلاق تقدر تقول أنها 27 يوم أو 28 يوم لأنه في ضغوطات كبيرة بعدين صارت فرجعوا المدرسة من جديد واستأنفوها يعني باعتذار من الطلاب وكيد بسوولهم تعهد وإجراءات يعني روتينية لكن المدرسة الوسطى ما أغلقت فقط بسبب هذه المسرحية وإنما خلاص انتهت حقبة السلاطين وبريطانيا بدأت حقبة جديدة إلا أنه لازم نقول أنه هذه المسرحية أيوة تسببت في إغلاق المدرسة الوسطى وإن لم يكن الإغلاق النهائي لها لكن تسببت في إغلاقها في مرحلة معينة فشفت ممكن كيف يوصل المسرح رسالته مسرحية واحدة ممكن تثير جدل وتحدد ضجة كبيرة في البلد إذن همية المسرح مهم جداً ونتمنى أن يعود حقيقةً ويقوم بالدور الكبير نطلع فاصل حنين ثم نعود لنستكمل بقية الفقرات شاهدينا فاصل ثم نعود إليكم رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام وما زلنا مستمرين في هذا البرنامج المباشر يوم جديد ومن الفقرة الثقافية حالين إلى الفقرة النقاشية وصراحة حديثة كثير وحديثة جميل بيكون معنا وأكتوبر مش ملحقين أنا فيه كثير من الفعاليات والأيام العالمية طبعاً فيه اليوم العالمي للصحة النفسية يوم الفتاة ويوم العالمي للحيوانات الأريفة أيضاً ننساهم نعم لكن نحن سنتهب للحديث أكثر عن الجانب المحلي هنا في حضر موت الكثير من الفعاليات المختلفة وأيضاً المتنوعة نعم مؤتمر المرأة للسلام فعالية يتم التحضير لها بشكل مكثف تهدف الإبراز دورة أو دور المرأة واستهداف المرأة في شتى المجالات استضفنا معنا في الاستوديو رئيسة مؤتمر المرأة الأول للسلامة الأستاذة رشاء بنهامل للحديث أكثر عن هذا الموضوع صباح الخير أستاذة رشاء صباح الخير حنين صباح الخير صالم نورتين وشرفتين نوركم واشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على المؤتمر في البداية حدثين عن المؤتمر الحقيقة حنين بعد فترة طويلة من العمل مع منظمات المجتمع المدني ومع النساء ورأينا هناك هموم مشتركة ويجب وضع حلولها من ضمنها المرأة ومشاكلها أسباب عدم تمكينها مع أنه في نساء عندنا متقفات جديرات بني المكانة داخل داخل المجتمع ولكن للأسف لا نجد أنها أخذت مكانها الذي تستحقه جلسنا مع عدة أطراف وتناقشنا معهم فرأينا أنه يجب أن يقام مؤتمر يجمع النساء من كافة الأطياف ونرى كيف ممكن أن نسلط الضوء على هذه المشكلة وكيف نخرج مصفوفة حلول لهذه المشكلة فمن هنا أعطت فكرة مؤتمر المرأة للسلام نعم وبعن خصصتوه المؤتمر للمرأة يعني ما شرفت الرجل فيه كانوا المساوال محا يبغاكم المؤتمر فيه جندرة فيه فيه نسبة رجال نسبة نساء لكن النساء سيكون تسليط الضوء عليهم نعم طيب سادة رشال لو تحدثنا عن الرسائل الخاصة بهذا المؤتمر وإيش اللي حابين أنكم تقدمونه وتوصلونه طبعا الرسالة اللي حابين نوصلها أنه بالشراكة الحقيقية الفاعلة للمرأة سنالها في تغيير في عملية السلام وسوف تسهم وجود المرأة في عملية السلام عرفيا لأنه المجنمع يقوم على جناحين جناح الرجل والمرأة بدون الجناح الآخر الطائر لن يقوم والمجنمع لن نستطيع أن نرى فيه سلام حقيقي وعادل كما هو منشود المرأة بطبيعتها تميلة للسلام ولذلك وجودها ضروري مهم في عملية السلام طيب أكيد في بداية تحضيركم لهذا المؤتمر شكلتم لجان احكيلي عن دور كل لجنة شكلتوها حقيقة يا حنين المؤتمر هذا شكلنا فيه لجان عديدة وأردنا مسهام الجميع في المؤتمر المؤتمر ليس رشاب نهامل ليس مؤسسة طريق السلام للتنمية المؤتمر حضرموت والمؤتمر للوطن بشكل عام وعملية السلام تهم الجميع لذلك شكلنا عدة لجان إنها اللجنة التحضيرية الأساسية القايمة على الأعمال إنها اللجنة التنسيقية برعاية شؤون الاجتماعية والعمل اللي هي الجهة الإشرافية والراعية للمؤتمر شكلنا لجنة من السكرتاريا شكلنا لجان خارج حتى محافظة حضرموت وداخل محافظة حضرموت في الوادي فيه لجنة أيضا تقوم بتابعة الأعمال سحل الوادي نعم وفيه ممثلين للمؤتمر فيه محافظات مثل أبيان مثل عدن الضالع لحج فيه ممثلات للمؤتمر يقوم بتنسيق الأعمال نيابة عندنا في باقي المحافظات اللي سيكون مشاركة في المهر أيضا سيشاركوهم بإذن الله في المهر يعني فيه ممثلين أيضا من خارج المحافظة من جميع المحافظات الأخرى من المحافظات المحافظة يعني يقامت هذا المؤتمر المؤتمر سيقام إن شاء الله في أكتوبر فقط منتظرين موعد مع سيادة المحافظ لنحدد الموعد النهائي كونه برعايته أيضا المؤتمر فمنتظرين موعد معه لتحديد الموعد النهائي ومستمر مثلا لأيام معينة أو يوم وسيكون يوم واحد لكن سبقته قبل ذلك يعني جلسات إعلامية جلسات مع منظمات المجتمع المدني جلسات مع اللجنة الاستشارية واللجنة العلمية مع غيرها من اللجان رشا حكيلي عن جدوى للمؤتمر والمحاور المحاور اللي بيتكلم عنها المؤتمر بيتكلم عن دور المرأة الحضرمية أولا كنموذج في صناعة السلام في الماضي والحاضر سنتكلم عن صعوبات اللي يتواجه المرأة بشكل عام في منظمات المجتمع المدني الحرب وتأثيراتها على المرأة وصناعة السلام من ضمن المواضيع اللي أيضا اللي بنتطرق لإقرارات الدولية مثل إقرار 13-25 وآلية تنفيذ وداخلها هناك الكثير أيضا من التساؤلات عن هذا المؤتمر الخاص بالمرأة يعني إيش بيقدم هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة التي مرت طبعا معروف أنه كثير من المؤتمرات التي يقيمت بالتحديد خاصة بالمرأة يعني إيش بيقدم هذا المؤتمر هل فيه جديد مثلا هل المرأة من قول مثلا أنها ممكن تأخذ حقها في جوانب معينة أو إيش بالضبط خليني يكونوا واقعية معاك الجميع في أي مؤتمر يقام وضع هداف معينة وعمل جهده لتنفيذها نحن في مؤتمر المرأة يمكن موضوع المختلف موضوع السلام ما تطرقنا لو من قبل فنحن نحاول نجمع يعني الجهود كلها في وعاء واحد ونقوم بخروج بمصفوفة آليات وأهداف وحلول لكيف نشرك المرأة أشراك حقيقي في الله تعاون السلطة معنا أو تواجدها معنا في المؤتمر ودوائر المرأة منظمات المجتمع المدنيين أنها تجتمع كلها تحت وعاء واحد أو تحت قطاع واحد يعني هذا الشيء نقوله بإذن الله سيسهم في نجاح المؤتمر وفي تنفيذ مخرجات وبإذن الله فهم الجميع متطلع لها إن شاء الله طيب المخرجات أو النتائج أو التوصيات اللي تتوقعون إنكم بدت تخرجون بها من هذا المؤتمر أش هي أش تتوقعين طبعاً في مخرج أحنا حطيناه وسلنا قشهم على الجميع بإذن الله في حين وفلده المخرجات نتوقعها أكيد ستكون في صالح المرأة وتمكنها تمكين حقيقي وإشراكها لتأخذ فرصتها العادلة في السلام في أماكن صورة على القرار في غيرها من الأماكن لنستبق الأحداث لأنه لو وضعت توصيات أو مخرجات صح معنا كده إنه أنا مخلصة على الموضوع حبينا أن المخرجات تطلع من قلب المؤتمر شكلنا لجنة علمية بمشاركة الجميع بمشاركة الجميع شكلنا لجنة علمية وميسرين يقومون بجمع التوصيات والمخرجات ثم بعد ذلك سيتم ترتيبها وإعداد مصفوفة بها طيب الجهات المشاركة معكم والدعمة يعني في جانب الحكومي وفي الجانب أيضا سواء منظمات المجتمع المدني إيش أبرز الجهات؟ طبعا أبرز جهة لحد الآن سيارة المحافظ الشؤون الاجتماعية والعمل أستاذ أحمد باضروس الوزيرة أيضا الشؤون الاجتماعية والعمل متابعنا بشكل مباشر شركة النفط هي دعمة للمؤتمر نشكرها جزيلا الشكر منظمات المجتمع المدنية دائما على اقتصال بتواصل وحتى من خارج المحافظة معنا وهم بصراحة شركان نجاح نعتبرهم وجميعهم منظمات المجتمع المدنية التي تعنى بالنساء أو الله أي منظمة مثلا أنها بيتشارك في المؤتمر بشكل عام بشكل عام نحن بالتحديد متجهين للمنظمات التي تسهم في موضوع المرأة وفي موضوع السلام المرأة بالتحديد لأن المرأة إذا دخلت موضوع السلام باعتبارها مشتركة فيه بشكل مباشر فاشاركناهم جميعا في الموضوع وفي رجال عمالة أيضا نطابعون الموضوع وإذا تواصلون معنا بشكل دائم الزخام اللي عملوا المؤتمر في الفترة زعلت فيه اتصالات أيضا حتى على مستويات علية فنحن نشكر الجميع على تواصلوا وإسهاموا معنا بناية أينما وجدت المرأة يوجد السلام سرفتين ونورتين استدرشا شكرا أننا حانين إذن مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة أخرى ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد الشعور هو جزء أساسي وهام من كياننا البشري وهو ذو أهمية كبيرة وتكون المشاعر هي أكثر ما يربطنا ويجمعنا كبشر وأقل ما نتحدث عنه موضوعا الثاني اللي حابين نتناقش عنه اليوم في الفقرة النقاشية هو مشاعر الحب والكره وللحديث عن هذا الموضوع أكثر صدفنا الأخصائية الاجتماعية أميرة بازهر صباح الخير أميرة صباح الحب حانين نورتين وشرفتين صباح الحب حانين صباح الحب سالم صباح الحب على أرجاء المعمورة بجد نحن بحاجة إلى هذه المشاعر اللي نفتق بها نظرا للظروف اللي نعيشه مثل الحروب والكوارث والأوبيا ونحن بحاجة إلى هذه المشاعر ونبثها على من حولنا صحيح خصوصا أنه مثل ما ذكرت كثير من الأمور وكثير من المعطيات والمجريات في هذا البلد تنعكس على الإنسان نفسه وتتولد لديه الكثير من المشاعر سواء إيجابية أو أيضا سلبية صحيح في البداية أميرة حابة أن تحكي لي عن مفهوم الحب والكره من وجهة نظر طبعا مثل ما ألفنا جميعا أن الحب والكره دائما نحطها في كفتين متقابلين نأتي إلى نعرب إلى مفهوم الحب مفهوم الحب والكره هو مشاعر أو عاطفة نتنتج عنها انفعالات فهذه الانفعالات نتيجة لأسباب أخرى قد تكون مثلا تجارب أو مثلا تكون مواقف ضغوطة أو ضغوطات كده تعرض لها للإنسان نعم طيب لو تحدثنا أيضا عن الحب والكره الإنسان يبحث عن الحب ويبحث أيضا عن الكره طب من الطبيع أنه يبحث عن الحب عشان يجد العاطفة يجد المشاعر يجد الملاذ وهذه أمور إيجابية وجميلة لكن يستغربوا ليش مثلا يبحث عن الكره مثل ما ذكرت مسبقا أنه في أحيانا مواقف قد تكون تحصل له قد تكون مثلا إضطرابات عقلية تحصل لهذا الشخص فهو يتولد هذه المشاعر إذا كانوا عنده مشاعر عنده مشاعر الحب فهذه تتحول مشاعر الحب إلى مشاعر كره طبعا هو المشاعر هذه مشاعر الحب مشاعر الكره هي عاطفتان أو نقول متناقضتان تمام فنحن خلل نحن نركز على مشاعر الحب للأمانة يعني حابة أن نبتدى صباحي مدام نحن في صباحة يوم جديدة يوم في أمل في رضا في تفاؤل فلابد نحن نبت هذا المشاعر اللي هي مشاعر الحب فنتمنى أن رسالتي أو رسالتكم أنتوا تصل إلى أرجال معمورة فيرت أنكم تحبون بعض فالحياة يعني أو الإنسان أنه محتاج لهذه تنعبار عن كومة مشاعر صحيح بالضبط بالضبط فنحن دائما يعني أنه الأشخاص اللي تنتابه هم شعور الكره فهم يعني أنه هذا الأشخاص يعني مروا بيه تجارب مروا بيه ضغوطات مروا قد تكون حتى لنتم لاحظوا أنه الشباب الآن أصبحوا كانوا يحبون أشياء فأصبحوا الآن يعني يرجعون إلى الكره ما هذا أسباب الأسباب مثلا الآن أنه هذا الشاب كان عنده انتماء حبه لوطنه أو أنه كان في عنده حب نوعا ما لمسؤولين وكذا فدرجة أنه بلادي ما سوت لي شيء المسؤولين ما عملون لي شيء فهذه تتحول مشاعر المحبة الحب إلى مشاعر كره فهو يعني تنجم عنه عداوة بغضاء وغيرها من المشاعر السلبية هم ممكن أنها تؤثر عليه لكن هل من الأمكان نقول أنها مبرر أنه تخليه يكره شف ممبرر هو أصلا نتيجة الأسباب يعني شيء طبيعي نحن بشر والإنسان يتعرض إلى ضغوطات وإلى مواقف وإلى وإلى فخلت هذا الشخص أنه يلجأ إلى أو أنها تتحول أو أنه يروح يكره أو أنه هذه العاطفة عنده أو للمشاعر تنتابه فنتيجة الأسباب التي ذكرناها وكذا فإذا محت الأسباب بيمحي الكره معاها؟ فنحن نتمنى بس أحيانا تكون أسبابه مرضية مثل عنده إضطرابات في أضطرابات عقلية أو نفسية أو شي كذا ربما غيرها بعض أحيان يعني تخليك أنك تغار من شخص مثلا ناجح أو متابعة خصوصي عند البناء صحيح بالضبط فممكن أنه ننسبها أنه هو مش مرض يعني يعد مش مرض لكنه بس نشوف من نرى أنه من الأشياء السلبية نحن ممكن نقول عنه سلوك يعني خاطئ زرع تربى أنشى فينا يعني نحن خلناه يكبر أكثر صحيح بالضبط حتى أنه تفشى بكثرة يعني بالضبط طيب بالنسبة للحب هل الحب له أنواع؟ طبعا أنه الحب له أنواع هو أسمى وأعلى مراتب حب له حب الله حب الأنبياء حب الصحابة حب الأصدقاء حب الأم لأبنائها حب الأبناء إلى أباءهم وكذا فنحن لها أنواع المشاعر الحب لها أنواع كثيرة بس للأسف أنه الجديري بتذكر أنه تمت أمور مغلوطة لدى يعني أغلب نحن بنقول أغلب الناس أو أنه فئة الشباب فئة الشباب صحيح بنحصرها كذا وبنحجمها فئة الشباب فهو شي متداول أنهم سويت منشور وكذا فحبت أني نعملكم نعمل تشويق أو أشياء كذا أنه في شيء نحن بحاجة إلى الأشياء كفاية كرة فنحن أصلا نقول نحن عايشين في بلد الله كريم بنقول بس ونسمع أمور وكذا فنحن لش لش يعني إذا في عندنا إمكانية الشخص ليش أنه يكره ما في شيء يستهل أنك تكره طيب أميرة من المسؤول على مشاعر الحب والكرة؟ يعتقد ويظن الأغلب أنه القلب هو المسؤول هو العضو المسؤول عن مشاعر الحب والكرة هي لا يعني المخ هو العضو أو الجهاز اللي مسؤول على مشاعر الحب والكرة هي مجرد أنه المخ يرسل أوامر بما فيها اللي هي للقلب فهذه الأوامر ترسل وفي منطقة خاصة اللي هو فيها المخ فبعدين نحن على شكل يعني على شكل مثلا عذاوة تظهر في سلوكياتنا فبس هو المخ هو المسؤول عن مشاعر الحب والكرة وأي مشاعر ونحن اللي نسمع من الزمان سالم أنه المسؤول عن مشاعر الحب والقلب والعقل الكرة صحيح فهي طلع مغلوطة والإنسان يقول دائما نتخذ كثير من القرارات الصاطة بسبب أنه تبعت مثلا قلبي أو عشبتي هو بدون وعي بدون وعي أو بدون إدراك أنه يعتقد أنه لا القلب هو مسؤول عن هذه المشاعر فلا هو المخ اللي هو مسؤول أو العقل نحن بنقول له مسؤول على هذه المشاعر طيب أميرة زمان كان فيه كثير من الألفة التراحم الودة المحبة الكثير أيضا من المشاعر الجميلة في الأسرة ما بين الجيران في الحي في المجتمع بشكل عام إيش الفرق ما بين هذه المشاعر الجميلة بشكل عام سواء في الماضي وفي الحاضر صحيح فعلا فنشهد نحن تغييرات كثيرة بنقول تغييرات كثيرة في ما بين مثل ما قلت اللي هو المظاهر الإيجابية اللي هي التراحم والتعاون والود والحب حتى يعني مفهومه أنه كان في الماضي مفهوم مثلا آخر وفي الحاضر مفهوم آخر ممكن أن نقول الآن أصبحت عصر السوشال ميديا والتكولوجيا وكذا فحتى العلاقات أفقدت الأول كان ينتظرون الصدف وينتظرون المناسبات اللي هي تجي عشانهم يكونون مع بعض فالآن لا خلاص في واتساب في فيس في 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 فأفقدت هذه الأمور صحيح أحكي لي عن أثر الحب ولكره على النفس طبعا خلي فأني مش عارفة أني اليوم كذا ميولي بغيت حب بس فالكره كذا بغيت شوية بتجنبه فخلي نحن طبعا هو الحب هو أسمى وأجمل ما أنزل به الله من السماوات إلى الأرض الحب هو روح الحياة الحب هو القوت قوت القلب لو لا الحب لا عاش الناس أو أشبه حياتهم أشبه بالبيت الخرب والمعتم صح بين العلاقات لو تلاحظين أنه الشخص اللي يبثل مشاعر الحب فتلاقينه أنه يشحن العلاقات فيها مودة فيها رحمة فيها فيها أشياء هادي كل هالمظاهر الإيجابية فأنه الحب شي عظيم جدا فنحن نحتاج بحياتنا بكثرة 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 نعم موضوع جميل وحقيقة أن نحتاجه جميعا خصوصا أنه ننشر ثقافة ومشاعر الحب والمودة والرحمة بين الجميع بهذه بنتغلب على كثير من الأمور التي تحصل سلبية صراعات وفي كذلك توضيح مفاهيم مغلوطة لدى الشباب مثل ما ذكرت ومثل ما ذكرت أنه خلاص هم يتقيدون لما يتبادل في الدهن أنه يعني ذكر اسم حب يعني خلاص في علاقات في علاقات عشق وغرام وما إلى ذلك هذا اللي حابين نحن نوضحه يعني الحديث في هذه الفقرة مش عن المشاعر الحب بين الرجل مثلا والامرأة المشاعر بشكل عام يعني ما بينك ما بين أهلك وأقاربك أصدقائك المشاعر اللي تبع في تبث الروح الود والمحبة والألفة قبل أن نختم هذه الفقرة حابس أليك سؤال كخصائية اجتماعية تجيلك مثلا الكثير من الاستشارات أو حاجات زي كده فيما يتعلق بالحب والكره إيش أبرز المشاكل اللي تحصل إيش أبرز المشاكل اللي تجيلك يعني شوف مثل ما ذكرت أنه في شباب أنه في عندهم كره لوطنهم وطني هذا ما قدم لي شي فأنا بكره ليش بغادر وكذا أو أنه أحيانا تكون مثلا علاقة حب طاهرة بين رجل وامرأة فتحصل بينهم غيرة تحصل بينهم أشياء فهذا يتحول لمشاعر الحب لتتحول إلى كره فبس هم مش الألية أو التقنية أو مش عارفين كيف أنهم يتغلبون أو أنهم يتعاملون مع هذه المواقف في الختام شرفتين ونورتين أميرة في ختام هذا الموضوع حابة أقول أن الحب والكره حالة إجبارية تستحوذ على إرادة الإنسان أما الاحترام حالة استحقاقية والدليل على ذلك أننا لا نختار من نحب ومن نكره لكننا دائما نختار من نحترمه قد نطلع فاصل مشاهدينا ونرجع ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد في الفقرة الطبية دائما سالم نسمع أننا نضافة من الإيمان هذه العبارات وعبارة العقل السليم في الجسم السليم صح؟ نعم وأيضا حنين لنحقق الصحة العامة يجب أن نحافظ مشاهدين على سلامة جسامنا وأيضا باتباع النصائح والإرشادات الطبية والابتعاد عن مصادر ومواطن العدوى المسببة لكثير من الأمراض المنتشرة في الآوين الأخيرة للحديث أكثر عن مكافحة العدوى ودورها في المجتمع وسلامته من الأوبئة والأمراض ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور معتز محمد اليزيدي مدير إدارة مكافحة العدوى بمستشفى المقلل الأمومة والطفولة بداية دكتور صباح الخير ماذا نقصد بمكافحة العدوى؟ هو مفهوم عام وشامل يندرج حوله كثير من التعاريف من ضمنها أنه إجراءات وأساليب تتخذ لمكافحة هذه العدوى والمسبب بهالرئيسي أنه فيروسات أو بكتيريا أو حتى إذا كان من الطفيليات فالإجراءات الأساسية هي من ضمنها وأساسها اللي دائما نتكلمون عنه وشفتوه في الآون الأخيرة خاصة بعد الكوفيد-19 اللي هو غسل الأيدي صح تمام غسل الأيدي هو أهم حاجة قبل وبعد التعامل مع الحالات أيضا في إجراءات أخرى نعملها نحن في البيوت بس ناس فاكرتها أنها من الطبيعي هكذا ولكن هي في الأصل مكافحة العدوى النظافة نظافة البيئة نظافة الملبس النظافة الشخصية أيضا خاصة ونحن في منطقة حارة دائما يكتر فيها المايكروبات يعني وسط منمي للمايكروبات هو الوسط اللي نحن نعيش فيه في ساحة الحضر الموت بشكل عام صحيح ليش؟ لأنها منطقة مدارية رطوبة وحرارة رطوبة زينا الحرارة هذه وسط منمي للمايكروبات بشكل عام سواء كانت فيروسية أو فطرية أو بكترية فالاستمرارية بإتخاذ هذه الألسائرية مثل عندك مكافحة العدوى بغسل الأيدي مكافحة العدوى أيضا من النظافة الشخصية نظافة الملابس نظافة البيئة حتى الفرشان اللي في البيوت الغسل وتعرضها للشمس مهم جدا صحيح تمام طيب ما هي العدوى المسببة للأمراض وأيضا أين تتواجد؟ طبعا أكثر مكان يخوف نحن في هذا المرافق الصحية المرافق الصحية بحكم أنه أكثر الناس اللي تجي كلها أصلا مصابة فالوسط اللي يكون فيه موجود داخل المستشفى أو المرفق الصحي سواء كان مركز أو عيادة ممكن يكون أكثر خطورة بس نحن نقلله بإيش؟ بالإجراءات اللي نحن نقوم بها دائما وباستمرار من مفهوم مكافحة العدوى إنه حماية الكادر الطبي والمريض والزوار بهذه الإجراءات غسل الأيدي المستمر حتى عاملين نحن محطات بتلاحظون لما تدخلون أي عيادة بتشوفون الهانس تايزرز اللي هي المعقمات حق الأيدي وأيضا موجود إجراءات أخرى في العمليات وعند التعرض لسواء للجسم بشكل عام تحصل الكادر الصحي لازم يتخذها لبس القفازات الكمامة الواقيات خاصة للفيس للوجه بشكل عام خاصة في العمليات هذا ضروري منها الدكتور معروف في أي مستشفى أو مرفق صحي لابد من طاقم خاص ومؤهل للتعامل مع العدوى ومكافحتها لكن كيف نتعامل مع هذا في البيت؟ طبعا في البيت العدوى لو عندك مريض زي ما شفتوه في الآون الأخيرة الإجراءات كلها شفتوها في التلفزيون أو في الوسائل التواصل الاجتماعية من منظمة الصحة العالمية أو الـ CDC اللي مقرها في أطلنطا كيف عملت معلومات عامة ونشرتها للناس كيف تتعامل إذا كان عندك مريض سواء كان عنده عدوى تنفسية أو أي عدوى يعني بأي نوع غسل الأيدي العزل تمام؟ لو عندك مريض في البيت ممكن تعمله غرفة وتتعامل معه واحد بس يتعامل معه وعنده التعامل ما لازم تأخذ الإجراءات غسل الأيدي والكمامة إذا كانت الحالة سيئة جداً في نوع خاص من الكمامات يعطونهم يا صاحب مكتب الصحة إذا كان العزل المنزلي تمام؟ أيضاً الإجراءات اللي نحن نقوم بها عندكم في البيت إذا شفتوا حشرات زادة أو دباب كيف تعملون؟ بالقضاء عليها؟ بالقضاء عليها لأن هذه الحشرات تعتبر نواقل ليش؟ لأمراض يعني الدباب هادي ما ينقل لي بس إلا نوعه وعدة أمراض حتى الفيروسات المعوية ينقلها لأن الدباب أو الصراصير لما تجي في مخلفات آدمية مصابة وتجي بعدين تجي لأكلك تعمل لك عدوى تمام؟ أنت تقضي إليها إذا هذه واحد من الأسالية مكافة عدوى اللي أنت من تعرفه ولكنك تعمله صحيح تمام؟ أيضاً إذا قالوا والله للبيت فيه بدب عوض إيش تعمل؟ تعمل الناموسية وتعمل السراج تعمل مكافحة أيوه هذه يعتبر مكافحة إيش؟ النواقل من ضمن فرع من مكافحة العدوى تمام؟ نعم هذه من الأساليب اللي في البيوت أيضاً حاجة مهمة جداً نعطيها للناس تعرض الغرف للشمس مهم جداً يعني الواحد لما يكون في بيته الشراشف والملايات والمخدات هذه لا يمكن أنه يقوم الصبح ويخليها لا من وقت الآخر أنه لازم يعرضها للشمس ليش؟ لأنه فيه ميكروبات صغيرة جداً قد سبب تحسس صحيح تنفسي تمام؟ من ضمنها يسمونه دب الفراش وأيضاً فيه الفيروسات الممكن تحصل بأي طريقة توصل أو ميكروبات تمام؟ فأنت لما تعمل هذا الشيء يعني تعمل نوع من المكافحة وتقضي على المسببات الأمراض التي تعمل لك مشكلة أيضاً الجلدية لا ننسى أنه مثلاً الناس اللي يروحون عند الجلدية ينصحوا صاحب الجلدية أن الشراشف حقه والملابس يعمل ليش؟ أما يبدلها أو يغسلها بمطهر ويعرضها ليش؟ للشمس تمام؟ هذه هي الفكرة العامة طيب لو تحدثنا عن أبرز السلوكيات الخاطئة المنتشرة التي تؤدي لانتشار الأمراض والعدوى إيش أبرز هذه السلوكيات؟ سلوكيات كثيرة من ضمنها بأقول لك حاجة في حاجة نسميها نحن الكف إتيكيت يعني الكحة أو العطس لما الواحد يعطس أو يكح مش ديريكت اللي في وجه اللي جنبه في أساليب مانع اللي هي حتى يدك ممنوع تعمل بها ليش؟ لأنك انت الآن بتجيب الفيروسات اللي خارجت من جسمك بتحطها هنا بعد شوية بتصافح لي واحد بعد شوية بتوكل وصلت المعلومة صحيح ففي أساليب ممكن أنك بالفاين تعمل أو اللي يعلمون نحن إياها هو من زمانه بس من ضمن الحاجات اللي تعلمت في الوسائل الاجتماعية أو وسائل التواصل الاجتماعية أنك تعمل تحيل وجهك ليس في الشخص ممكن في الكتوب حقك ملابس ممكن تعمل باليد بالدراع حيث أنك ما توصل العدوى الفيروسية للشخص المقابل لك كنوع من الوقاية صحيح تمام غسل الأيدي قبل وبعد التعامل مع أي حاجة تمام قبل وبعد الأكل مهمة جدا تمام هذه الإجراءات عامة وأيضا النظافة الشخصية وهي الأهمة أغافة الملبس تمام الثياب حقك أول ما تشوفها في منطقة حارة بدأت تتعرق فيها خلاص تغسلها هذا جديد بالنسبة بالصراحة من أمي بالنسبة لأشخاص اللي يربون حيوانات أليفة يعني كيف قدرون تتصرفون يعني هل هي يعني تنقل عدو الحيوانات الأنفل مثل القطط القطط والكلاب القطط تنقل أنواع محددة من الأمراض تمام يعرفونها صحاب الأطفال عندنا كما التولوريميا هذه أشياء تزي من القوارب ومن القطط لأن هي منشأها أصلاً حيواني فالطفل لما يتعامل أول كبير دائماً معها تمام ولا توجد معنا عيادات خصوصية تعملها فولو أب نسمينا نحن الفحص الدوري إذا أنت بتربي حيوان في بيتك لازم تكون له فولو أب في العالم كله يكون له فولو أب وين أو متابعة في العيادة البيطارية البيطارية هل عنده هذا الحيوان مرض إذا مرض يعزلونه أو يقول له خلاص أنت ها ما وضوعه أتلقى غيره نظيف تمام فهنا تحصل المشاكل أيضاً القطط منها مآسي ثانية مثلاً عندش تنقل أمراض اسمه المبيضات اللي نحن نسميه تكسو بلازمة خاصة خطير على الحوامل تمام الأرانب نفس الكلام لها أمراض أخرى تنقلها بكتيرية فالواحد يكون بحذر في هذه بس نحن نتماشى مع هذه الأمور إلى أن تحصل الكارت وبعدها نتعالج الشخص نعم طيب هناك مفاهيم ومعتقدات أيضاً خاطئة عن ثقافة غسل اليدين كمختصون كيف تصححون هذه الإشاعات وهذه المعتقدات الخاطئة في معتقدات يقول لك خلها على الله ماشي داعة تغسل يدك الأمور بتمشي تمام ماشي حاجة اسمها يعني الأمور بتمشي تمام هي الأمور كلها بيد الله ولكن الواحد لازم يأخذ بالأسباب أنت الآن بتتعامل مع أكل أو بتتعامل مع أي حاجة نظيفة معقمة أو بتتعامل مع طفل المرأة الآن بتشيل طفلها بترضعه أول حاجة لازم تغسل يدها جاية من المطبخ الآن ملوثة كلها تغسل يدها أيضاً لا ننسى أنها تغسل صدرها لأن الجو قلنا لكم مايش في البداية أنه جوروا طبهم منمي للبكتيريا عندنا منطقة مدارية فهنا نمنع الأطفال تحسلت أطفال كثيرة يجون يعني لسه عادهم يسمونهم نحن ربضع يعانون من التهابات معوية وشغلات قل لك ماشي البن الأم ما نعطيه أي حاجة في عندش مشكلة إيش هي عدم النظافة ليستدي قبل الرضاعة هذا بغا تنتباه فهنا مع الجو الحار وممكن أن يشت فيروسات تأتي وبكتيريا ويأخذها الطفل الرضيع هادي وتتحول إلى بعدين كارثة نعم طيب دكتور نصيحة عامة حابب أنك تحكيها للمشاهدين والله نصيحة عامة هي اتخاذ الإجراءات والنظافة الشخصية الإجراءات التي كل الناس عارفتها وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي من 2019 إلى الآن صحيح غسل الأيدي تمام أهم حاجة قبل وبعد التعامل مع المرضى وإذا كان في البيت قبل الأكل وبعد الأكل تمام أيضا النظافة الشخصية نظافة الملبس نظافة البيئة في البيت تمام مثلا واحد خلاص الشراشف هادلها أكثر من سبوعين ما حتى تتغسل ما حتى تتعرض للشمس لازم دوري حتى في لاتر المكيفات اللي تشوفونها في البيوت هادل يسبوعيا مفرض أنها تتغسل لأنه هي في الأصل تأخذ الهواء تلتقطه وترجع لك يعني أي ميكروب في الجو وين حطته لك في الفلتر فأنت لازم من وقت الآخر تنظفه يعني كثير من الأمور وكثير من الرسائل التي توصلت إن شاء الله للمشاهد من خلال هذه الحلقة شكرا لك دكتور معتز محمد اليزيدي مدير إدارة مكافحة العدوى بمستشفى المكلة للأمومة والطفولة في هذه الفقرة الطبية والحديث عن كثير من الأمور الصحية المتعلقة بهذه الفقرة الطبية نطلع فاصل مشاهدينا ثم نعود إليكم ورجعنا لكم مشاهدينا في الفقرة اللي يحبونها جميع الشباب تقريبا صح سالم أكيد حالين وهي الفقرة الرياضية الرياضية معا فهمي عيكم الله عيكم الله أكيد حهمي الكثير من الاستحقاثات الرياضية والفعاليات بنبدأها بالحديث عن تأهل المنتخب الناشئين للبطولة بطولة غرب آسيا أولا صباح الخير المشاهدين الكرام صباح الخير حنين صباح الخير سالم كثير سالم وحنين الفعاليات والأنشتة الرياضية خلال الأسبوع الجاري وما سبقه لكن نحن بصدد حدثين مهمين أحدهما وطني وهو تأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا 2023 ومنه إن شاء الله إلى كأس العالم الحدث الثاني حدث حضرمي مكلاوي خالص في نهاي كأس البلدة سيجمع بين نادي شعب حضرموت ونادي تضامن حضرموت يوم السبت في نهاي كأس البلدة للعام الجاري مشاهدي الكرام طبعا منتخبنا الوطني للناشئين بجدارة واستحقاق تأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين بعد أن حصد العلامة الكاملة في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في بنغلاديش المنتخب حصد ثلاثة انتصارات مستحقة المنتخب أيضا نال ثمانية عشر هدفا واستحق التأهل مباشرة على رأس المجموعة الخامسة إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في مايو الفين وثلاثة وعشرين طبعا الحديث عن تأهل المنتخب بجواري الكابتن والضيف الدائم الكابتن عادل محسن اليهري النجم الكروي السابق والمحلل الرياضي الحالي عادل أهلا وسهلا بك أولا أهلا وسهلا مرحبا المنتخب يعني استحق التأهل استحق ثمانية عشر هدف استحق تصدارة المجموعة بأداء ونتائج إيجابية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مشاركة المنتخب الآخيرة في بنغلاديش كانت إيجابية بكل المقاييس نعم لعب ثلاث مباريات المبارة اللي هو أمام بوتان وحقق ثمانية هدف تقريبا ثمانية لاعبين سجلوا الهدف كلها كل لاعب تخصص بهدف معين الباقي ثلاثة بس لعبين هارس المرمى والمدافعين ما سجلوا المبارة الثانية كانت أمام سنغافورة وتغلق على سنغافورة ستة صفر ستة لا شي بس كانت هناك في ضربة جزاء مثيرة ضاعت على المنتخب من حارس المرمى والضاح اللي بغيت بقوله أنه وسائل التواصل الاجتماعي وبعض العلاميين بصراحة يعني ينتمدوا نقد هدام على ضياع على ضياع ضربة الجزاء لأن حارس المرمى نفدها بطريقة استعراضية طيب أنت متقدم بخمسة أهداف ومفروض يجي هدف السادس مرتاح يعني وكل اللاعبين سجلوا في كل المباريات نعم تبقى حارس المرمى وخط الدفاع فلا بد أنه تعطيه فرصة بعدين هو متمكن في ضربة إنما لعبها بضربة والضربة نفسية في كل الأحوال يعني ما تأثر ما تأثر تأثير وذلك الزخم والانتقاد كان أكبر من حجمه لذلك نشوفها يعني بموجهة نظري إنها عادي جدا ممكن حارس المرمى يلعب وربما الثقاء للمدرب منح الحارس الثقاء إنه يسجد ضربة حقيقة هو متعود على إنه يلعب ضربة جزاء دائما نعم نعم البارات الثالثة البارات الثالثة كانت أمام بانجلاديش صاحب الأرض صاحب الأرض نعم وتغلب المنتخبنا فيها 4-0 لكن 20 دقيقة الأولى كانت ضغط غير عادي على مدخب الناشئي نعم لذلك نحن قلنا هي تكون أقوى الثلاثة المباريات لأنه داخل على أرضه والجمهور المنجلاديش ولعبين عندهم بنية جسمانية ومدربهم إنجليزي اللياقة البدنية خالص تقريبا نعم 20 دقيقة كان ضغط متواصل على مدخب الناخفنا حتى أنه يكون جميل جميل نستاذنك عادل معنا اتصال الآن مع مدير المنتخب الوطني للناشئين الكابتن أحمد حسين الحسني السلام عليكم السلام ورحمة الله أستاذ أحمد مبارك لليمن كلها ولكم الإنجاز الكبير الذي تحقق لمنتخب الناشئين بتأخله إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وإن شاء الله منه إلى نهائيات كأس العالم بالبداية شكرا جزيلا لك أخفهمي وقناتكم المؤقرة والمتميزة والذي دائما ما تتابع كل جديد ومفيد وعصف في مجال الشباب والرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص ألف مبروك لنا جميعنا التأهل التأهل هذا لم يأتي من فراغ وصدفة إنما كان نتيجة جهود أحمل جبار سواء من أحمل جهد الفني أو الإداري أو قيادة اتحاد الكرة مشكورة ألف مبروك لنا جميعنا أخفهمي ومبروك للشحب اليمني والجمهور الرياضي استاذ أحمد ما بعد التأهل كيف يستعد المنتخب للنهائيات أنتم الآن في القاهرة وحظيتم بتكريم الاتحاد اليمني لكرة القدم نظير هذا الإنجاز ماذا عدى الاتحاد وأنتم في إدارة المنتخب للمنتخب تحضيرا للمشاركة القادمة في البداية نشكر قيادة الاتحاد الكرة بمثلاء بالشيخ حمد العيسي والنائب الأول والنائب الثاني والأمين العام وأعضاء مجلس إدارة على اهتمامهم الخاص واهتمامهم بالمنتخبات الوطنية وإنما هذه المرة كانت الاهتمام متميز إذا ما نظرت لإحداد المنتخب قبل المشاركة التصفيات حظينا بمعسكر في فائز كان محسكر داخلي استمرت 19 يوم لحق محسكر في القاهرة تخلى له مبارعتين ودية من بريمج ونادي زيد لحبناها كانت لها استبادة الكبيرة القصوى قبل التوجه إلى بطولة كاس العرب راعتبر بطولة كاس العرب كانت مدامة إحداد حقيقي وخمس مباراة توفرت للمنتخب مباراة قوية أمام عمان ليبيا تونس سودان كانت مبروبة قوية والسعداد حقيقي بعد ذلك تخلى له محسكر الدمام محسكر الدمام محسكر الرياض قبل تصفية آسيا هذا البرناد اعتبر يعني محسكر أو إعداد حقيقي ومتميز الأول من نوعه لا أخفي كده أول من نوعه للمتخبات وهذا من حرص في الاتحاد الكرة وإن كان ليه اعتابة على الحكومة وعدم اهتمامها بالمتخبات الوطنية ومشاركات الخارجية يعني كلها جهود خاصة للاتحاد وقاية الاتحاد الكرة بالنسبة للاستعداد لهاية آسيا الفترة قصيرة لا أخفي عليك إذا ما أعلمت منها إذا تكون شهر خمسة البحرين اعتبرت عن استضافة النهايات والأرجح تكون بين قطر أو دولة الشعودية الاهتمام قصير منتظرين العودة إلى الوطن لرفع التقرير الفني للاعداد للفترة المتبقية وللتقرير الإداري كلنا أمل باهتمام مقيادة اتحاد الكرة للفترة المتبقية وهناك بيكون أكيد من بضع البرنامج إعداد مباريات حقيقية وقوية ومحسكر داخلي وخارجي نركز على المباريات والدية قوية ومنتخبات قوية جميل 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 استاذ أحمد طبعا الأهم شيء يكون التحضير جيد وفي وقت مسبق قبل انطلاق التصفيات النهائية أو النهائيات أعتقد أن النهائيات بتكون في شهر مايو شهر مايو نعم نحن نتمنى إن شاء الله للمنتخب التحضير الجيد والعداد الطيب حتى يواصل هذه الوتيرة ويواصل هذا الأداء والنتائج القوية جهودكم واضحة استاذ أحمد أنتم وكافة أعضاء البعثة مع المنتخب وأيضا قيادة الاتحاد نتمنى لكم التوفيق في مهامكم نرحب بكم في الوطن أثناء عودتكم إن شاء الله خلال الأيام القادمة تأسعدتم كل أبناء الوطن بهذا الإنجاز وإن شاء الله تسعدوا في النهائيات والتأهل إلى كاس العالم بمشيئة الله تعالى الحمد لله الحمد لله رب العالمي مبروك لنا جميعا وهذا لم يأتي التأهل لم يأتي الفراغ يعمل انطباط اللاعبين وقودة وإمكانات اللاعبين وكذا تراغوا مجاز الفني والإداري والطبي والإحلامي حيث لا أخفيك من خلال الفتر الماضي الشهرين لم يصبعي لاحظ هذا بتواجد كادر طبي ملتميز بتخصص بكتور أبن أحمد الشريبي وكذا كامل تناغم كاف الجهاز الفني والإداري مثلا بالكابتن أحمد البعداني وفيد أصباحي محمد نياد والإداري المخبرم وابن نادي الشعب الكابتن الغيابة وزير واحد من خيرة كوادر الجنوب حيث كان يعني إضافة حقيقية للمنتخب ما هنا الله يحفظك شكرا أستاذ أحمد شكرا لكم شكرا لكم عادل تحدث المدير المنتخب الكابتن أحمد الحسني عن تحضيرات المرحلة القادمة وأعتقد أن المرحلة القادمة أهم بكثير من ما مضاي أكيد لازم نتجاوز سلبيات الإعداد السريع والمعسكرات مختصرة الوقت طبعا أكيد هو شوف الإعداد المسبق دائما تيجوا إيجابية بغض النظر عن أي سلبيات لما خاض المنتخب غرب آسيا أولا نفس المنتخب تحت 17 سنة ثم كاس العرب والآن خاض تصفيات آسيا وتأحل النهايات شوف الفترة هذه كلها كان المنتخب في جاهزية تامة جميل عكس نفسه إيجابيا عكس نفسه إيجابيا نحنا ما نقول أن منتخبات شارك آسيا ضعيفة لسا جاي لك الموضوع هذا يقولون أن مجموعاتنا كانت ضعيفة لا أبدا أنت تلعب داخل الأرض بنغلاديش بنغلاديش معهم مدرب إنجليزي مدرب إنجليزي يهتم بالبنية والجسمانية ويهتم باللياقة البدنية حتى قلت لك خلال 20 دقيقة يعني كانوا ضغطين تماما اللي بقول أنه منتخبنا حقق 18 هدف في التصفيات خلف المنتخب الإسترالي اللي حقق 35 هدف طبعا منتخبنا من بين ثلاث دول عربية أيها السعودية وقطر السعودية وقطر واليمن ولكن ترتيب الأهدف كان الإسترالي أول 35 هدف بعدين اليمن 18 تأتي بعدها إيران 17 بعدين السعودية 16 إلى أن نوصل إلى المنتخب الغطري وأوزباكستان خمسة هدف جميل حصيرة كبيرة من الأهداف مستحقة إذن أصبحت آسيا تلعب كرة هجومية بشكل ملحوظ وتهلت عشرة منتخبات من بينها وأيضا ستة منتخبات مركز الثاني من ضمنهم من كوريا الجنوبية والصين وتايلاند أيضا لاوس التصفيات النهائية سيتم توزيع المجموعات المتاحة إلى إلى مجموعات حسب المستوىات حسب المستوىات مستوىات أدين أتصال لو الكابتن والزميل ضيع عبد الله بأوزير إداري المنتخب الوطني بناشئين أبو عبد الله أسعد الله وقاتك أسعد الله صباحك وأوقاتك حياك الله أخي فهمي حياك الله الله يحفظك كنت خير سفير لحضر موت في منتخب الوطني في الجانب الإداري مثلت حضر موت في هذا المنتخب تمثيل جميل جدا كنت أحد الإداريين المتميزين نبارك لك هذا التفوق الكبير لك والتفوق الكبير أيضا لمنتخبنا وتأهل إلى نهائيات كاساسيا وكان قبل قليل الأستاذ أحمد معانا وتحدثنا أيضا عن هذا أبو عبد الله ما هي الكلمة التي تود أن توجهها للجمهور الرياضي في الوطن وفي حضر موت عبر التلفزيون حضر موت في البداية أشكرك أخي فهمي وأشكر قناتكم الموقرة وأحب أوجه رسالة الجمهور الجمهور اليمني العظيم الذي كان خير سند لهذا المنتخب في الأوقات العصيبة وفي كل الأوقات الجمهور دائما هو سندنا وهو اللاعب رقم واحد عندنا ليس اللاعب رقم واحد صحيح نحن صراحة الحمد لله كان لي الشرف أن أكون ممثل حضر موت في هذا المنتخب واستفد كثير من القيادات الموجودة المخضرمة زي الأستاذ أحمد الحسني والدكتور الشرجبي وجميع من كانوا معنا كنا متناغمين في العمل متناسقين في كل شيء كل واحد عارف عمله ومقدر العمل والحمد لله في فترة وجيزة خلال شهرين قدرنا نعيد انضباط الفريق والفتزام وفي كل حاجة والحمد لله ربي وفقنا وتأهلنا النهائيات إن شاء الله جمهورنا جمهور إن شاء الله في النهائيات أن يكون وهو الهدف الأساسي والأهم هو تاهلنا نهائيات كثير العالم بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى أستاذ ضياء بجواري الكابتن عادل محسن يهري يودي التودية الحديث إليك حياك الله أخي عادل أهلاً رباً أستاذ ضياء حياك الله نبارك لكم هذا الإنجاز وكافة أبناء اليمن وحضرموت خاصة بس أل سؤال ليس فنياً وإنما كمشاعر أنتم كإداريين المباراة الثالثة بالذات جزئية معينة فيها كان المنتخب البنجلاديش مسيطر تماماً على المباراة خلال 20 دقيقة فكيف كانت مشاعركم هل بيعود المنتخب بعد كذا عاد بثلاثة هداف في الشوط الأول لكن العشرين دقيقة كان ضغط غير عادي حتى قلنا أن هذا المنتخب من أقوى المنتخبات بمدربه الإنجليزي فكيف كانت مشاعركم قبل قبل ما نسجل الأربع الهداف طبعاً لأخفيص البداية نحنا كنا متوقعين أن الكابتن البعداني توقع أن البداية تكون صعبة لأن حمة البداية والجماعة كان ضروري يفوزوا في المباراة فكان هي العشر دقائق امتصاص حماسهم لأخفيك كانت صراحة رعب لو كان سجلوا هدف كان يمكن ما نشوف النور بعدين ما نشوف الهداف لكن الحمد لله أولادنا متصصوا حماس البنجلاديشيين وبدأوا يتناغموا في اللعب وستطعنا أول ما سجلنا الهدف الأول كانت انفتاح لنا نحن عارفين مكانيات اللاعبين ومكانياتهم كان كبيرة جدا ولكن الضغط والجمهور كان جمهور غير عادي في مباراة بنجلاديش جمهور كبير حضرت جمهور كبير وشجعوا بشكل كبير ولكن الحمد لله يعني اللاعبين والجهاز الفني المتصوا وهذا الحماس وهي العشر دقائق والربع ساعة الأولى ولكن بعدها الحمد لله استطاعوا أن يسيطروا على مجريات اللاعب والاستحواد فهذا شيء كان للسحواد على القرى عشان أننا كنا تقدر تسيطر المباراة شكرا ضياء شكرا لك زيزيرا لك أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله ننتظركم في أرض الوطن إن شاء الله في إجازتكم وبعدها إن شاء الله الإعداد الطيب والجيد للنهائيات عبركم بلغوا سلامنا للكابتن محمد حسن البعداني وكافة الجهاز الفني واللاعبين الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود الطيبة وعبد الله شكرا 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 أخي فاهمي شكرا أخي فاهمي على قناتكم موقع شكرا أخي عادل شكرا الله أعطيكم صحة وعافية شكرا أخي عادل أنتبقد معنا أن نحن نتحدث عن التحضير للنهائيات النهائيات كما تشاروا الجماعة أنه في برنامج إعدادي هناك أيضا الاتحاد دعاء عدد من القيادات الدولة عدد من الشخصيات الرياضية والتجارية لدعم هذا المنتقب نحو التأهل لكاس العالم كيف لنا أن نتأهل لنهائيات كاس العالم الآن تأهلنا لنهائيات كاس العالم نعم تمام قد نكون قابلنا منتخبات أقل مستوى الآن ال 16 منتخب قمة آسيا هناك قوة بدنية هناك لياغة هناك تكتيك هناك فنيات هناك خطط هناك أعداد مسبق أذكرك بس بالمنتخبات أستراليا واليابان والصين وإيران يعني أسماء مرعبة لكن من خلال ناشينا وشبابنا نعم بما قدموه أطمع على ما قدموه إن شاء الله نتجاوزهم تتكرر حق 2022 إن شاء الله أيها اللي كانت في كاس العالم في فنلندا منتخب الأمل إن شاء الله تتكرر كنا نوصيف آسيا صح؟ كان نوصيف آسيا بدل مع كوريا الجنوبية ويتأهل المنتخبين لكاس آسيا لكن الآن يتأهل أربع منتخبات نكتفي بهذا الحديث عن تأهل المنتخب نبارك مجددا للمنتخب الوطني التأهل احتمنا إن شاء الله نشاهدهم في نهائيات كاس العالم عبر نهائيات آسيا في 2023 تحديدا في مايو مشاهدي الكرام نروح فاصل ونرجع مع الكابتن عادل اليهري لنتحدث عن نهائي كاس البلدة الحدث الرياضي الكبير الذي ستشهده مدينة المكلة تحديدا يوم السبت القادم بلقاء نهائي على ملعب الفقيد بارادم في المكلة عدنا لكم من جديد نهائي كاس البلدة يوم السبت تنتظر جماهير الرياضة في حضرموت وتحديدا في مدينة المكلة المباراة النهائية التي ستجمع بين نادي شعب حضرموت وجاره نادي التضامن على كاس البلدة 2022 هذه البطولة التي تعتبر تحضيرا لكاس حضرموت ينظمها اتحاد كرة القدم في ساحل حضرموت برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت وتأتي كما قلنا تحضيرا لنهائيات كاس حضرموت أو الدور الأول لكاس حضرموت كابتن عادل الشعب والتضامن في ديربي مكلاوي على نهاية كاس حضرموت يعني الأيام الماضية نشاهد حجم الزخم الجماهيري والتحضير وشيء جبين خلينا نأخذ الجانب الإيجابي من هذا الزخم والمتابع الجماهيري نشوف على دراجة علم أحمر ونشوف مما قابله علم أزرق هناك على شرفة منزل علم أحمر وهناك على شرفة منزل آخر علم أزرق وبالتالي حتى التداريب يعني تداريب الفريقين خلال الأسبوع الماضي على ملعب برادم شهدت زخم جماهيري يعني هذا الزخم الجماهيري يؤكد أن الثلاث سنوات العجاف التي مرت تجميد الكرة القدم في ساحة حضرموت كان لها ثر سلبي الآن الجماهير تعود من جديد إلى المدرجات هذا طبعا مباريات الدور قبل النهائي كأس البلدة يوم السبت أكيد الزخم غير عادي تابعت المباريات في الدور كامل اليوم خميس قد نجمعه يوم السبت يكون النهائي بين الشعب والتضامن فلي من الغلبة إن شاء الله درب المكلة أو درب مدينة المكلة ولا أبارغ لنقلت كلاسيكو حضرموت الفريقين يتمتعوا بشعبية جارفة استعدادهم طوال العام لذلك يتربوا على قمة الكرة الحضرمية دائما تحصلهم في كل نهاي دائما والزخم الجماهيري والأعلامي مستحق لهذه المباراة وخلافة في النهائيات دائما الشعب والتضامن من عام تسعين والدربيات متواصلة والدربيات لها طابعة خاص وكل دربي أعلى من دربي جماهيريا وفنيا بين الجمهور في الملعب وخارج الملعب كانت هناك سابقا في نادي الأهلي بالغيل دربي مع نادي المكلة يعني كان دربي جميل نادي سمعون مع الأهلي التضامن مع المكلة الآن من عام تسعين أصبح الشعب والتضامن في قمة أحيانا يطلع سمعون مع التضامن في بعض الدربيات الرائعة جدا في بطولات جدا لكن ظل دربي الشعب والتضامن أو التضامن والشعب مستحود على الجماهير الرائعة إن شاء الله نشوف هذه الجماهير جماهير الأزرق وأيضا جماهير الأحمر إن شاء الله يوم السبت بس فيه يعني هذا جماهير الشعب جماهير رائعة جدا تحضره بس ساعة الملعب ما زالت صغيرا الناشد الوزارة الشباب الناشد كل مهتم بالرياضة نعم أن يكون لمدينة المكلة أستاذ رياضي نعم مستحق 50 ألف متفرج نعم 30 ألف متفرجة زي الملعب الأنبي أقل شي نعم لا يكفي هذا الملعب صدقي يعني لو فيه مضارات بحجم مبارات زي حقهم السبت أو نهائي كاس حضر موت لا يسوعب شوفنا الملعب يعني أغلق البواب بدري في نهاية كاس حضر موت ساعة ثنتين قد الملعب مليان نعم وبالتالي نضم صوتا إلى صوتك حضر موت تستحق أكثر المدينة المكلة أيضا تستحق أكثر هناك في مدينة سيون أستاذ أولمبي وأيضا غير مكتمل لا إنارة لا مدرجات وإن شاء الله تكون يعني للمكلة أستاذ دولي نعود عادل لأجوال مباراة كيف تأهل الشعب والتضامن إلى نهاية كاس البلدة الدوري في 2019 كانت مباراة وحيدة لدوري البلدة وكانت نهاية بين التضامن والشعب وتغلب التضامن على الشعب ثلاثة أثنين مباراة وحيدة الآن الثلاثة عشر فريق أو أربعة عشر فريق بين سحاب اتحاد الشرطة تقسبوا لثلاث مجموعات تأهل من كل مجموعة فريقين المجموعة تأهل بينها الشعب وهلال فوة المجموعة الثانية تأهل تضامن واحدة المكلة المجموعة الثالثة أهل الغيل والسامعون فكانت صفوة الفرق وقدم حلال فوة وواحدة المكلة وأهل الغيل وأهل الغيل واصل وحدة المكلة وداء كانوا ممتازين قدموا مستوى رائع جداً وظهروا بمستوى حلو أهل الغيل كان ممتاز جداً في التصفيات واصل سمعون كان في الدور الأول ممتاز الدور الثاني أخفق قليل ما كان في يومه توزعت الفرق إلى مجموعتين ثلاثة ثلاثة تأهل منها الشعب وتضامن قدموا مستويات حلوة ويستحقوا أن يكونوا في الختام دائماً ما نأمله أن تكون المباراة والشحن الجماهيري هذا أن يكون يعني خلال التسعين شاهد على منظر يعني رائع جزء ما نأمله يعني أن يكون الشد النفسي والعصبي وبلغة الرياضة زي ما يقولون يعني المباراة المواجهة النارية أو مواجهة الحسم هذه بلغة الرياضة مقبولة خلال التسعين دقيقة كل هذا ينتهي بعد المباراة خارج أسوار برادم لازم أن نكون متحابين أخوة من زمان ومن كنا لاعبين وهذا الشحن والزخام الجماهيري والإعلامي موجود تنتهي المباراة تسعين دقيقة الناس حبايب كلهم وبالتأكيد هي رسالة عادلة أنه يعني هذه الجماهير في بطولة محلية باهتمام بالغ الرياضة في حضر موت هذه هي الرياضة وتاريخها وهذا هو جمهورها العاشق للرياضة والسلام نعم أكيد لو بالمعطيات لو تتوقع يعني بداية المباراة كيف ستكون دائما الفريقين ينهجوا نهج هجومي بخطة لعب معينة يلعبوا أربعة ثلاثة ثلاثة خطة هجومية لكن أسلوب لعبهم يختلف تماما الشعب يلعب ضغط من الوسط وثلت الهجومي معا الكرات الطويلة المرسولة لخط الهجوم التضامن يلعب على سلوب الاستحوات بناء الهجمة من الخلف ثم ينطلق دائما الشعب نلاحظه في خلال المباراة السابقة يسجل في أول دقائق والتضامن يعود في الشوط الثاني دائما هكذا إذا ما سجل الشعب في أول دقائق فيجد صعوبة هناك في المباراة التضامن أيضا إذا سجلوا عليه هدف أو هدفين في بداية المباراة يعود الشوط الثاني فهذا النهج يتغير دائما في المباراة هذه النهائية ما بتكون هناك معطيات ولا توقعات أبدا من بيفوز من بسجل أبدا فالدير بيكون غامق دائما طيب من خلال مشاركة الأندية في هذه البطولة هل سيكون له دور إيجابي على مشاركة أندية الساحل في بطولة كاس حضرموت يعني كما قلنا أنه هذه البطولة عادل هي تحضير لكاس حضرموت أنه الوصول المستوى ليس تزدخل بجماهيري فقط أيضا المستوى الفني هل هذا سيساعد على ظهور أندية الساحل حضرموت بالتأكيد بس لكن الفرق اللي شاركك 13 فريق في قبل من حساب 23 22 يبعت أعتدار 22 نادي يعني 10 عندي أو 9 عندي طيب يعني فنيا بتفيده من نادي المشاركة فنيا بتفيد الفرق المشاركة هذه اعتبارها استعداد تماما للبطولة استعداد جيد يكون للكاس حضرموت جميل طيب عادل لو بتحضيرات المباراة كما قلت يعني تشاهد الزخام متشاهد هذا يعني حرصة الإدارة الناديين سواء الشعب والتضامن على أن تكون قريب من جماهيرها لظهور وعاكس صورة حضرموت وجماهيرها حقيقة هناك أيضا اهتمام من قيادة المجلس الانتقالي من قيادة أمن المحافظة يعني العميد المطيع المنهالي أمس التقبل إدارة الناديين التقبل الرابطة القائمين على اللجنة المنظمة تأكيد على أنه يجب أن تأخذ الرياضة طابعها الرياضي لا تنحرف أبدا خلاف النزاعات أولاد وبالتالي كما قلتنا أنه يجب أن تكون التسعين دقيقة هي التنافس الناري التنافس الشديد التنافس الحاسم في المباراة ما بعد ذلك نحن أشقاء وأخوة تأكد أن هذه الجماهير العاشقة لا تحب الفوضى أكيد الجماهير العاشقة للكرة فقط أكيد خلال كل واحد يشجع فريقه من خلال المدرجات من خلال هزيج الجميل اللي تطرب الناس نعم وتعكس صورة حضارية جميلة عن رياضة حضرموت نعم ككل نعم ليس للساحل نعم تعكس رياضة مش وراقي جدا أعتقد أن هناك مشاكل هذا أيضا حديث هناك هنا نفس خلال تسعين دقيقة فقط في الجماهير كل واحد يشجع فريقه بالشكل اللي يريده أما الجمهور أكيد أنا مستوى العالم هذا أكيد مستوى العالم التنافس والدربيات موجود لكن أنا بش من الشحن الزائد على مواقع التواصل الاجتماعي يعني فوزنا عليكم بأن أغلبكم شي طبيعي في التسريلات ما كان شي بالتواصل الاجتماعي ما كان شي بالسوشيال ميديا الآن موجود لأ بس أنا نهدف الله أنه هذا اللي يكون في إطار حدود الملعب في إطار هكذا وبالنسبة للجمهور نحن طبعا نتحدث عن جمهور حضرموت عامة لكن هذه البطولة هي بطولة خاصة بالساحل كانت الحلقات الماضية عندنا استضافات حول كأس حضرموت وتحدثنا عن الجمهور الرياضي في حضرموت حتى الإشهادات الدولية بحضور الجماهير سواء في برادم أو في الأستاذ الألمبي أكيد وأنا نقول لك التنافس دائما شديد خلال التسعين دقيقة فقط كل شيء إيجابي معجود وتنافس شريف بين الناديين وكل الأندية إن شاء الله وإن شاء الله هذا يعكس نفسه أيضا إيجابا على حضور لاعبينا في المنتخبات الوطنية طبعا في المنتخب الأخير كان فيه أربعة من ابناء حضرموت ما قبله كان فيه لاعب واحد أو أقل ما فيه كان لعبين في منتخباتنا الوطنية ومن الآن أربعة لعبين يعني في المنتخب الوطني الأخير وبالنسبة للمنتخب الناشئين نتمنى إن شاء الله أن يكون حضور لأبناء حضراموت في منتخب الناشئين عادل خاصة أنه بعد هذه البطولة وقبل بطولة كاس حضراموت أو بالتزامن معها سينظم الاتحاد بطولة للناشئين هذا المهم هذا المهم استمرار قيام بطولة الناشئين والشباب حتى البرعم إذا في بطولة تقام هناك ديمومة الاستمرار بتعكس لنا بتفرز لنا بتفرز لنا المواهب لذلك معاً بيكون شي عدر للاعبين من صنعة وعدن فقط بيكون من عندنا متواجدين المواهب موجودة وموهبة عندنا في مدافع حقنا حمد الهندي كان خير سفير وسجل على فكرة من ضمن الناعب اللي يسجلوا بس في كاس العرب حياك الله عادل سعدنا بك كبتن دائماً تتحفنا بهذه التحليل للرياضي الجيد والجميل نتمنى إن شاء الله للتضامن والشعب التوفيق وللجمهور حضراموت والبطولة ونشكر اتحاد الكرة في ساحة الحضراموت على هذه البطولة التي جاءت كتحضير لفرق ساحة الحضراموت متمنين أيضاً لأنديتنا في وادي حضراموت التوفيق من خلال بطولة كاس حضراموت التي ستنطلق بمشيئة الله يوم 21 من هذا الشهر أكتوبر بمباريات المجموعات أربع في الوادي وأربع في الساحل فكاس حضراموت بإذن الله تجمعنا وحضراموت أكيد وبالتأكيد دائماً واحدة وواحدة القلوب سالم وحنين انتهت الفقرة الرياضية تحدثنا عن المنتخب وتحدثنا عن كاس البلدة وأكيد تابعون الزخم الجماهيري اللي في الشوارع هذا ما بين العلام الزرقاء والحمرة نعم مستمتعين حقيقةً كنا معكم في الفقرة وفي التحليل هذا الرياضي وأكثر ما شد نحن حنين كانت اللقاطات الجميلة والعفوية لجماهير المتعطشة لعودة الرياضة من جديد والارتقاب للمباراة النهاية ما بين التضامن وأيضاً الشعب نتمنى أن تكون مباراة جميلة من شتة النواحي فنياً وتكتيكياً وكل الأمور وهي رسالة كما قال عادي هذه الجماهير من حقها تطالب بأستاذ دولي يعني حضر موت ومدينة المكلة العاصمة تحديداً لا يوجد فيها من أستاذ دولي بمواصفات دولية يعني تحوي هذه الجماهير برادم سنوات يعني خمسين سنة من يوم تأسيس ما فيه أي تطوير فيه غير العشب ونتمنى إن شاء الله أن يكون أن تستمع قيادة السرطة المحلية لأصوات الجماهير الرياضية وزارة الشباب الرياضة الحكومة أيضاً هذه حضر موت التاريخ حضر موت الرياضة وحضر موت العلاقة تستحق أستاذ الرياضي في كل مدينة في غير باوزير مدينة التاريخ الرياضة في الشحر في ترين في سيئون في كل المدن شكراً سالم نعم إذن منكم ومن خلالكم نوجه هذه أيضاً الرسالة ونتمنى من المعليين التفاعل مع إقامة أستاذ في مدينة المكلة كمرحلة مبدئية هم تعشيب وإقامة الكثير من الملاعب الرياضية في كثير من المدينيات المختلفة نعم نحنين نصنع مع فاصل ورجعنا لكم مشاهدينا في آخر فقرة من حلقة اليوم هي الفقرة التفاعلية أحنا نشرنا بوست على مواقع التواصل الاجتماعي تابع التلفزيون حضر موت وكتبنا على البوست علقوا علينا باقتباس أثر عليكم ويلا بينا نستعرض التفاعلات طبعاً كثير من التفاعلات حنينة التي وصلت إلينا في حسابنا على انستجرام وكذلك أيضاً على الفيسبوك وهذه أولى التعليق نعم من هنا تقول هذه الأيام أعيشها كنصيحة على لسان محمود درويش حينما قال اعتنق الصمت ولا تأخذ الناس على محمل الجد ولا تأخذ الحياة على عاطقك ولا تبالغ في عاطفتك ولا ترضي أحداً رغماً عنك أيضاً الكثير من التعليقات الأخرى وأيضاً تعليق آخر من هذا الحساب يقول القوة لا تأتي من الأشياء التي تستطيع فعلها هي تأتي من التغلب على الأشياء التي اعتقدت يوماً أنك لن تستطيع التغلب عليها أيضاً التعليق الآخر يقول من الدكتورة سماح بارفعة لم أكن مجنوناً ولا أعمى سوى أني ما زلت أريد رؤية الرغيف بسعر أقل وحياة البشر بسعر أغلى رسول حمزة توفة كثير أيضاً من التعليقات وهذا التعليق من مريم تقول فيه أعظم ما قيل في راحة البال أعتزل ما يؤذيك وأيضاً نصارت التعليق الآخر من أمولة اللي قالت فيه قرأته اكتباس الثرفيني عن الاستعجال في الصلاة يقول ما الحاجة التي ستفوتك وأنت بين يدي قاضي الحاجات لو لاحظنا حالين أنه كثير من التعليقات وكثير أيضاً من الاقتباسات هي متنوعة جميلة صحيح سوا في جانب ديني جانب أيضاً اجتماعي جانب نفسي فهذا التعليق أيضاً يقول كل ساق سيسقى بما سقى الله تعليق جميل ومختصر أيضاً نعم تعليق أيضاً هذا يقول من هذا الحساب يقول يروضني الفضول دوماً كيف أبدو من الخارج للآخرين وأيضاً التعليق اللي بعده يقول دع الخلق للخالق وهذه المقولة بالتحديد وهذا الاقتباس لابد أن نعمل به جميعاً يومياً في حياتنا نترك الناس في حالها كل واحد يركز في حاله في أسرته في محيطه في مجتمعه صحيح يعني لا يركز إيش هذاك سوى إيش داك سوى إيش داك جاب ليش هذا فلان كذا صحيح فكل واحد يخليه في حاله تعليق أيضاً هذا يقول من أحب الله رأى كل شي جميلاً تأكيد ومقولة واقتباس جداً رائع نعم ومن استوديو فايف قال فيه إذا فشلت في رفع أحد إلى مستوى أخلاقك فلاد تدعه ينزلك إلى مستوى أخلاقه وطبعاً استوديو فايف للزميل العزيزة يسلم جنزة المهندس الصوت في تفزون حضر موت وهو من الكوادر الذي نفتخر بها حقيقة في حضر موت هذا التعليق أيضاً يقول إذا لم تزد شيئاً إلى الحياة تكون أنت زائد عليها بكل تأكيد وإيضاً تعليق قال فيه يا بني عندما ترى مآسي الآخرين وانكسارهم إياك أن تبتسم تأدب في حضرة الجرح كن إنسان أو مت وأنت تحاول صح تعليق أيضاً آخر وصل إلينا يقول فيه أن نفس تميل لمن يدللها فدللت نفسي كي لا تميل آخر تعليق حنين وصل إلينا من الجعادي قال فيه من أجمل المقولات التي دائماً أرددها هي كلنا نملك عيناً لكن لا نملك نفس النظرة فيها الكثير من المعاني البليغة أكيد وبهذا التعليق مشاهدين نصل إلى ختام هذه الفقرة التفاعلية وختام أيضاً البرنامج بفقراتها المتعددة والمتنوعة التي كنا معكم فيها طيلت هذا البث المباشر عبر شاشة تلفزيون حضر موت في برنامج يوم جديد سعدنا وكانت حلقة جميلة نتمنى أيضاً أن تنال استحسان المشاهد وتكون موفقة ووصلنا حنين إلى الختام وفي الختام صلاح